أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تقع المكذبين ودوله تدهن فيدهنون ولا تقع كل حلاف مهيم هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد الأثيم عطل من بعد ذلك زنيم أن كان ذا ماليه وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسفه على الخرطون إنا بنوناهم كما بنونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلأورون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيههم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أم صارهم ترهقهم ذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأم لي لهم إن كيدي مدين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مثبون فاجتبأه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأرصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صزق الله العظيم صزق الله العظيم صزق الله العظيم صزق الله العظيم